موسيقى مساء الخير إلى العناوين حذفوا مشاهد التدخين في الأفلام والمسلسلات للحد من بيع التبغ ومشقاته موسيقى تبرعات منصة إحسان تتجاوز ثمانمائة مليون ريال حتى الآن موسيقى رغم تعدد الخيارات إلا أن مشاكل الاستقدام ما تزال مستمرة متى يأتي الحل موسيقى سكم الله بالخير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي أعلنت الهيئة العامة للإحصاء تجاوز عدد سكان المملكة لخمسة وثلاثين مليون نسمة برهاية النصف الأول لعام الفين وعشرين مقارنة بأربعة وثلاثين مليون نسمة في نهاية النصف الأول من الفين وتسعة عشر وبنسبة اثنين فاصل ثلاثة بالمئة وأوضحت أن عدد السكان بلغ خمسة وثلاثين مليون وثلاثة عشر ألف وأربعمائة وأربعة وأربعة عشرة نسمة منهم عشرين مليون ومئتين وواحد وثلاثين ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الذكور وأربعة عشر مليون وسبعمائة وإحدى وثمانين وتسعمائة وتسع وثمانين مجموع عدد الإناث أعلن معاني وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع تضامنه مع حملة حقك تتنفس لمكافحة التدخين والحد من أضراره والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد ابن طلال ووجه الربيع الشكر للأمير الوليد وفريقه على مبادرتهم داعيا المواطنين والمقيمين إلى الانضمام لهذه الجهود لاستنشاق هواء خال من الترب يؤكد مختصون وباحثون أن التسلل إلى أرض الوطن عبر الحدود بطرق غير نظامية يشكل خطرا على الأمن الوطني لما يترتب عليه من آثار أمنية واقتصادية واجتماعية مشددين على أهمية عدم التهاون مع كل من يتورط في مساعدة المتسللين هذا التقرير يحمل تفاصيل أكثر يعد المتسللين من أخطر الأشخاص على أمن الوطن ومقدراته حيث ثبت أن الكثير من من يدخلون عبر الحدود بطرق غير نظامية هم من أصحاب السوابق أو المشاركين في عمليات إرهابية إضافة إلى أن العديد منهم من الأبرياء يتم استغلالهم وتعنيفهم من الجماعات الإرهابية كما يحدث مع المتسللين عبر الحدود اليمنية من قبل ميليشيات الحوثي ولا تتهاون السرطات المعنية في المملكة من إيقاع العقوبات المفروضة على كل من يتورط في مساعدة المتسللين حتى وإن كان عن حسن نية إذ يعاقب بحسب ظروف الحالة وملابساتها وذلك وفق ما تقدره المحكمة المختصة في كل حالة بغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال المواطن هو رجل الأمن الأول وتعاونه في الإبلاغ عن أي جريمة أو نشاط مرتبط بإدخال المتسللين إلى المملكة أو نقلهم أو إلوائهم أو تشغيلهم يسهم في المحافظة على الأمن الوطني وأمن المجتمع وأفراده كافة شكراً للزميل أحمد العبد الكريم أعلنت هيئة تقويم التعليم نتائج اختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية ومن ضمنها احتساب سريان تاريخ الرخص المهنية للمعلم من تاريخ إعلان نتيجة اختباره ولمدة خمس سنوات كما أوضحت هيئة تقويم التعليم المزيد من الموضوعات على شاشة أهلاء تتابعونها بعد هذا الفاصل حياكم الله مجدداً في أهلاء التدخين وما أدراك ما التدخين والجهود المستمرة في المملكة العربية السعودية للحد من أضرار استخدام التدخين والتبغ ومشتقاته ما بين وقت وآخر تخرج الكثير من القرارات في اليوم العالمي لمكافحة التدخين ظهرت قرارات جديدة تتضمن حذف اللقطات من الأفلام والمسلسلات والمطبوعات التي تتضمن ما يدعو إلى التدخين أو التبغ ومشتقاته بالإضافة إلى كل ما اتخذ سابقاً للحد من أضرار انتشار التدخين في المجتمع للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع تنضم إلي عبر السكايب الآن الدكتورة سارة العبد الكريم وهي عضوة مجلس هيئة حقوق الإنسان دكتورة حياكم لا معنا فيها أهلاً وشكراً لتجاوبك مع دعوة البرنامج أهلاً وسهلاً شكراً لدعوتكم أهلاً بك دكتورة خليني أبدأ من الإجراء الأخير والتدابير الجديدة الأخيرة التي تضمنت حذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج يعني هذه الخطوة تحديداً إلى أي مدى أنتم في حقوق الإنسان تراهنون أنها يمكن أن تحد من التدخين حقيقةً هي ليست تدديدة لأن هذه كانت ضمن المواد التي ينص عليها نظام مكافحة التدخين التابعة لللجنة الوطنية لمكافحة التبغ صدر النظام عام 28 وبالتالي هو اللهم هيئة حقوق الإنسان لها دور عظيم في التوعية المجتمعية فكان من باب المساهمة بنشر الوعي في هذا اليوم العالمي أن يكون لها هذا البيان للتذكير بأهم المواد في هذه اللائحة لكن من أهمها المواد التي يكون لتأثير مباشر على الأطفال من حيث مشاهدة مرئية أو ممارسة أمامها لكن الواقع يقول دكتور أن هذا الأمر لم ينفذ وما زالت المسلسلات والأفلاب الواضحة أمامنا والتي تعرض مشاهد التدخين والتبغ يعني موجودة فيها بشكل عادي يعني المشاهد لم يرى تغيير في هذا النظام ينص على بعض العقوبات لمن لا يلتزم بهذه الأنظمة إذن يوجد غرامات مالية ممكن أن يحاسب عليها الجهة المنتهكة لهذا النظام اللهم الأمر يتطلب المسؤولية المجتمعية من أعضاء المجتمع بالتبليغ عن هذه الانتهاكات من الجهة المسؤولة عن تنفيذ العقوبات؟ عندنا وزارة الداخلية الأمن العام نستطيع التبليغ عن طرق مختلفة منها كلنا أمن لكن النظام موجود ومطبق محتاج اللهم المسؤولية المجتمعية لذا كان بهيئة حقوق الإنسان تحرك جاد وفعلي للتذكير بهذه الأنظمة يوجد جهل لدينا نحن أفراد المشروع أنه يوجد نظام وإقوبات وبالتالي بس يتطلب أن نتحرك طيب كيف رصدتم الجهود السابقة التي أقرت فكرة زيادة الأسعار فكرة عدم البيع لأعمار معينة كيف رصدتها في الهيئة؟ مدى نجاحها في الحد من التدخيل وخاصة عند الأطفال؟ حقيقة هي مبنية على التجارب الدولية لحدثنا كدولة السباقة أو المقترعة لهذا النظام إنما درسنا ما يحدث ومن التجارب الناجحة دوليا وأستطعنا أن ننتقي الفعال منها والمناسب لمجتمعنا جميل لكن النتائج كيف رصدتها دكتورة سواء إذا كان في دراسة بعينة أو حتى كقراءة انطباعية أولى من قبلكم في الهيئة كيف شفت الأثر والنتيجة؟ هو ليس لن يكون عن طريق الهيئة نحن هي جهة رقابية إشرافية لكن يوجد برامج مثل برنامج المال والسل الوطني هذا بالدرجة الأولى هو من يتعامل مع الحالات الصحية والأقدر والأجذر على أن يرصدها لديهم دراسات ويمكن نطلع على هذه الأمور من خلال موقعهم الآن دكتورة هل من ضمن أدوار الهيئة أنها تتدخل لحماية الأشخاص الذين قد يتضررون من التدخين إذا ما نفذت بعض التدابير حول مكافحة التدخين والتبق؟ حقوق الإنسان من أحد المسؤوليات وأهم المسؤوليات أن تتأكد أن الأنظمة الحقوقية مطبقة بشكل سليم وصحيح لكن هل تملك من ضمن صلاحيات الهيئة أنها تتدخل بالتنسيق مع أي جهة؟ نعم والتعاون مع الجهات الرسمية طبعا حلو وش أكثر شيء أو أكثر الفئات اللي تخشون عليها من موضوع التدخين وانتشاره وتبغو مشتقاته في المجتمع؟ للأطفال طبعا لأن التدخين علميا مثبت بأن اللي راح يزمن التدخين هيبدأ بسم المراقة هذا نثبت علميا إذن نبدأ في مرحلة ما قبل التدخين ما قبل الإدمان ما قبل تجريب السجارة الأولى اللي هي سن الطفولة اللي هو سن التأثر والتأثير محددين أنتوا بالمرحلة العمرية من كم؟ الطفولة بشكل في العام عندنا الطفولة المبكرة من صفر إلى ثمانية ومن ثم المتوسطة والمراهقة الطفولة عموما محددة من صفر إلى ثمانة عشر هذا هو السن الحساس اللي ممكن يتأثر ويجرب إما بتأثير الأقران وإما بتأثير المشاهدات وإما قدوة اقتداء بوالديه وبالتالي ما لم نتحرك لإمقاذ الطفل في هذه المرحلة وحمايته ووقايته هناك احتمال يوارد أن يقع فيها فالوقاية خير من العلاج جميل على مستوى التوعية والبرامج التوعوية أو الفعاليات التي يمكن أن تقدم الهيئة في شيء مجدول أو معد أو استراتيجية معينة في هذا الشأن والاتجاه سواء الآن أو مع الوقت في الهيئة هناك تحرك جاد وفعلي وقوي في التوعية مثل ما لاحظت من خلال حسابات الهيئة في تويتر وعندنا النشورات ومن مختلف المنافذ التوعوية أو التواصل الاجتماعي الفعالة ولا أكثر انتشاراً فالجهود ملموسة وحقيقية وتوعية واجبة لأن مثل ما اتضلت وبدأت أنت في هذه المقابلة لم نسمع بها لم نعلم بها وهذا دورنا هو التوعية جميل أكثر من مرة دكتورة كررتي فكرة التوعية المجتمعية والتوعية المجتمعية طيب اليوم المجتمع يسمع منك ويعرف أنه مثلاً ظهور مقطع في مسلسل ولا فيلم ولا مطبوعات ولا شيء فيه التدخين أو هذا هو نظاماً يفترض أن لا يكون وش واجب المجتمع تجاهها كيف يبلغون مين يبلغون نحن عندنا بما أن النظام موجود نظام مكافحة التدخين والعقوبات موجودة اللهم نوضس القنوات التي أبشحت لنا وأولاً ستكون كلنا آمن أو 19-19 هذه القنوات موجودة مسئليتنا نحن نحن نتحرك طيب عندك فكرة أو تحضرك معلومات عن حجم العقوبات المتخذة ضد أي مسلسل أو فيلم أو شاشة تعرض؟ مثلاً أنا أعطيك مثال مثال تفضل اللي دخن في مكان ممنوع التدخين فيه زي داخل المطاعم داخل الأسواق داخل المكاتب 200 ريال الغرامة صحيح هذا مئتين على مئتين مئتين سهلة عندك مثلاً زراعة التبغ في حذاته 120 ألف ريال هذا الغرامة وطبع أنت تفاوت 5000 حسب الموضوع حسب الجريمة مثلاً إذا بيطلعون في مشهد في مسلسل هذا أيضاً يختلف لكن المكافحة الظاهرة نفسها أو التدخين أو السلوك هذا هذا لن يكون أبداً لاج من طرف واحد يجب أن يكون بالدرجة الأولى قناعة مجتمعية بخطورة هذا الأمر طيب هل يشمل هذا المنع مواقع التواصل الاجتماعي؟ اليوم لو طلع شخص في السناب شات أو في تويتر في مقطع فيديو وهو يدخن هذا يدخل ضمن المنع؟ هي مرئية هي الشيء يصل إلى أفراد المجتمع معناه أنه مرئية يعني اليوم لو طلع واحد يعني اليوم دكتورة لو طلع واحد على السناب شات أو تويتر في مقطع فيديو وفي يده سقارة أو يدخن أي نوع من أنواع التبغ هذا يعتبر مخالف ويتوجب إيقاع عقوبة عليه المسؤول هي الجهة التي أظهرت هذا المقطع مثلا مثلا قناة مثل قناتكم عملت مقابلة في الشارع مع الأفراد المجتمع وواحد كان يدخن وأنتم بثيرت المقابلة أنتم المسؤولين حلو طيب مسلسل أيضا القناة مسؤولة فيلم القناة مسؤولة برنامج القناة مسؤولة طيب إذا حساب شخصي سناب شات أو تويتر مين المسؤول؟ بهذه برضو ممكن يكون صاحب الحساب هو المسؤول ومثل ما أعتقدت معنا أنه فيه أفراد بحسابات شخصية أساءوا وانتهقوا حقوق الطفل وتم محاسبتهم ومساءلتهم وهو حساب شخصي صحيح الفكرة على الطفل ولا على التدخين إجمالا؟ عموما الطفل هو فرد من أفراد المجتمع الكل ممكن يتأثر باستهجان التدخين أو قبول التدخين إذا كنا نبي نحدد تغير صعلي في المجتمع ما نقدر نفصل الأطفال نشتغل عليهم بس الكبار خلاص فاهمين وعين لا هو مجتمع وفكر مجتمع وما لم نزرع في الفكر هذا استهجان للتدخين ما رح نتقدم خطوة الدعم والله يا دكتور هذا كلام مهم ما أبغى أقول أنه مفاجئ لأنه يمكن من زمان يطرح لكنه حقيقة يعني ما هو معمول فيه يعني إحنا جالسين نشوف مشاهد التدخين على كل القنوات تقريبا في مواقع التواصل إجمالا من غير ما يكون فيه أي تحذير لا من جهة مسؤولة ولا حتى من قبلكم من الهيئة يمكن توا نسمعنا صوتكم اليوم في هذا الموضوع أو الآن في الفكرة الأخيرة أنت تقول أنه نشوفه في كل مكان هذا ليس اللي أنا قاعد أشوفه أنا شايف فيه تغير 180 درجة في العشر سنوات الماضية يعني الآن مستحيل تشوفهم في المطاعم مستحيل تشوفهم في المولاد مستحيل تشوفهم في المحلات يدخلون ما فيه هذا ما كان الوضع سابق لا 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 دكتور تغير الوضع لدينا أنا أتكلم تحديدا على موضوع الفيديوهات والأشياء المرئية سواء قنوات ولا مواقع تواصل لكن أيضا لا نغفل أنه واقعيا في مجتمعنا في حياتنا اليومية في تحركاتنا في المحلات اللي إحنا نعيش بها تختلف الوضع تماما مثل هذا الاختلاف الجذري في مجتمعنا إلا أن يكون له صوت عالي ووصول أنه فيه تغير وفيه رفض طيب الآن أنت عبر الشاشة وعلى الهوى تنادين بالالتزام بالنظام وأنه ما يكون فيه أي شيء مرئي عبر القنوات أو مواقع التواصل يستخدم التدخيل نعم طيب هذا مو بصوتي أنا بالحالي يعني مش صوت شخصي هو مو صوت شخصي هو صوتك بوصفك عضوة في مجلس هيئة حقوق الإنسان نعم بلا شك بلا شك وهذا حق الطفل عضو في لجنة حقوق الطفل أنا أتكلم هو حق الطفل طيب دكتورة لو لك ثلاث رسائل أخيرة قبل أن ننهي هذه المقابلة فيما يخص موضوع التدخين أيضا الأولى إلى الأسر والعائلات وش تقولي لهم؟ الرسالة اللي راح أوصلها لهم أن الطفل عندما يكون في صحبة المدخن فإنه يطول ما يطول المدخن من ضرر صحي تماما يسمونه تدخين من الدرجة الثانية فالأمراض التي تصيب المدخن كسرطان الرئى تصيد أيضا الطفل ابن المدخن وابن المدخنة مثل تماما إذن كمدخن كمدخنة أنا ممكن أكون متسببة في إصابة الطفل بصرطان الرئى وكأنه مدخن وهذه جريمة خطيرة نسمي قتل غير عمد الرسالة الثانية إلى المسؤولين عن القنوات والبرامج والإعلام إجمالا هي مسؤولية عظيمة لا يستهان فيها ومسؤولين هم الأمر لا يؤخذ بسهولة حقوق الطفل لا يستهان بها وإن لم يكن لديهم المسؤولية المجتمعية فالدولة فيها نظام وتضبط جميل الرسالة الأخيرة وهي إيجابية إلى الأشخاص اليوم المتعاونين في المجتمع واللي يحدثون أثر جميل بالالتزام وعدم التدخين في الأماكن العامة والممنوعة حقيقة نحن نذكر بأن أعضاء المجتمع السعودي وعين جدا للتغير الذي حدث التحرك التغيير الفكري الجذري الذي حصل خلال السنوات الماضية لا يمكن أن ننكره وحقيقة هو في إزياد وبدأ في دخول القنوات الأساسية مثل المدارس ونحن نعرف أي شيء يدخل أمريك المدارس ينتشر في المجتمع بشكل سريع فأنا أعتقد وبصدق أن التحرك فعلي وفي الطريق الصحيح إن شاء الله دكتورة سارة العبد الكريم عضوة مجلس هيئة حقوق الإنسان شكرا جزيلا لك وليحضورك معنا في أهلا شكرا للدكتورة سارة أبا كرر بس هذه المعلومة اللي ذكرتها الدكتورة سارة بوصفها عضوا في مجلس هيئة حقوق الإنسان إن أي مظهر للتدخين عبر المسلسلات أو البرامج أو الأفلام أو مواقع التواصل الاجتماعي في السناب شات أو تويتر أو غيرها هو مخالف نظاما ويوجب العقوبة فاصل كملي قبل شهر رمضان المبارك كان ضيفي الأستاذ عبد العزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان وكنا نتحدث يومها عن انطلاق المنصة والتفاؤل بأن تنجح هذه المنصة في شهر رمضان كان هناك ما أبغى أقول شبه يقين لكن يقين تام بأنها ستنجح الذي حدث هو فعل أعتقد وأجزهم أنه أكبر من النجاح الذي كان متوقعا لا على مستوى الأرقام ولا على مستوى التفاعل ولا على مستوى أعداد المستفيدين ولا على مستوى السمعة والصيت الجميل والعطر اللي أحدثته هذه المنصة في حياة الناس وتحولت من منصة إنسانية إلى حدث اجتماعي عام أصبح حديث الناس في المجالس وفي كل مكان أنا أتحدث إليكم الآن على الشاشة وبكل فخر أقول أنه وصل إلى يوم الجمعة تقريبا 800 مليون ريال حجم التبرعات التي قدمت إلى منصة إحسان وحين نقول منصة إحسان نحن نتحدث عن منصة رسمية آمنة موثوقة 800 مليون أعتقد أنه مبلغ قياسي وتاريخي وأتوقع أنه في فترة قصيرة جدا يعني سيصل التبرع إلى المليار ريال نتحدث عن ما يقرب إن لم يتجاوز 188 ألف مستفيد إلى الآن كل هذا الحديث تروا نحن نتحدث عن فكرة عمرها شهرين فقط حالة كبيرة من الإبداع يحق لنا بصراحة كسعوديين أن نفاخر بهذا العمل الإنساني الكبير جدا ولذلك معي هنا في الستديو للمرة الثانية يعني ما قبل وما بعد الأستاذ الكريم والنبيل في تجاوبة عبد العزيز الحماد الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان خلني أقول لك بكل يعني واقعي ألف مبروك هذا النجاح الله يبارك فيك مبارك للجميع الحمد لله بديت رمضان بدت التبرعات طبعا بقيادة الملك سلمان رجل الإنسانية الأول بقيادة أيضا الأمير محمد بن سلمان رجل العطاء وما قدم بصراحة بعد البداية كنت فعلا تتوقعون هذه الأرقام كنتم حاطين هذا الحد ولا لا والشيء الله أعطيك العافية أخي مفرح في اللقاء الماضي لو تذكر كنا نتكلم عن إطلاق منصة وتساهم مساهمة في سد الاحتياج على مستوى جميع مناطق المملكة بدأنا بداية طبيعية ولكن الزخم والإقبال اللا معقول صراحة واللا متوقع أثبت لنا فعليا أن الشعب لدينا أو المجتمع بشكل عام مجتمع معطاء كانت الأرقام مهولة بدأ اليوم الأول مهولة بهذا التعبير جدا جدا يعني كانت أول ثلاثة أيام فيها نمو بصراحة كان يعني فيروسي في يعني مقدار التبرعات وزاد هذا الأمر بشكل كبير جدا في يوم أربع رمضان حينما بدأت الحملة الوطنية للعمل الخيري خاصة حينما تم إعلان التبرع السقي اللي قاده مولاي خادم الحرم تأترى في ناس ممكن تشكل عليهم المصطلحات وش يعني نمو فيروسي النمو الفيروسي الأقصد نمو غير معقول هو النمو الشبكي النمو يعني ما كان مخطط له بشكل كبير دخلنا بالأرقام عبد العزيز نحن بدأنا تقريبا رمضان بتقريبا خمسة ملايين ريال في اليوم انطلقنا إلى تقريبا يوم أربع رمضان بدأت الحملة الحملة الوطنية للعمل الخيري في يوم واحد قدمت أكثر من مئتين مليون ريال تقريبا في يوم واحد شركات القطاع الخاص المؤسسات الوقفية كذلك رجال الأعمال وقبل ذلك مولاي خالي محرمي الشريفين سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وكذلك أصحاب السمو والمعالي قادوا حملة عطاء ضخمة جدا في ليلة مباركة التي كانت أول جمعة في رمضان الماضي الأقبال كان كبير جدا ولله الحمد بعد ذلك النمو الكبير جدا الذي جعل بصراحة الأرقام تصل إلى أكثر من 20 مليون ريال يوميا على مدى شهر رمضان المبارك كلها هذه الأرقام العشرين مليون هي فقط الأفراد ما حسبنا القطاع الخاص أو القطاع البنكي أو قطاع المؤسسات الوقفية يعني أنتم في بداية رمضان إلى ما قبل أول جمعة تقريبا أربع إلى خمسة مليون ريال يوميا بعد الدعم الذي جاء من الملك ولي العهد وبقية القطاعات وصلت في يوم إلى 200 مليون ثبتتم بعدين على 20 مليون يعني من 4 مليون إلى 20 مليون صحيح كحد أدنى نحن نتكلم يوميا يوميا في العشر الأواخر طبعا زادت هذه المبالغ بشكل كبير جدا بل حتى بدأ يساهم المجتمع في نشر روابط المنصة وبدأ فعليا خاصة في آخر أيام شهر رمضان المبارك إقبال ضخم جدا نحن نتكلم في أحد الأيام عدد زيارات المنصة أكثر من ثلاثة ملايين زيارة في يوم واحد إلى درجة أنه يعني فعليا كنا نعاني معاناة ضخمة جدا في إضافة الفرص فرصة تضيفها فرصة تبرع ما تجيش خمس دقائق لو تقفل طبعا الفرصة الواحدة ربما تكون خمسمائة ستمائة ألف تقفل مباشرة تضيف فرصة أخرى فكان فريق العامل يعمل على مدار 24 ساعة محاولة لتغطية هذه الفرص وأيضا التنويع في جميع المجالات لسد ذائقة الناس بعضهم يحب يتبرع في مجال التعليم بعضهم يحب يتبرع في مجال الأيتام وهكذا هذا السؤال اللي ودي أخذ فيه إجابة كذا مفصلة من الداخل ثقافتنا تجاه التبرع إلى أي مدى تغيرت يعني هل كان الاتجاه فقط إلى مثلا العمل الخيري بوصفه العرامل والمحتاجين ومطلقت طبعا هم فئة يستحقون بلا شك لكن إحنا شفنا فئات التعليم الصحة زراعة مقعة غيرها هذه كيف كانت حجم الإقبال بصراحة هناك في البداية في بداية رمضان كان هناك إقبال على يعني أنواع معينة من مجالات التبرع خاصة سقيا المياه مجال الأيتام مجال ترميم المنازل وبناءها للمساكين ولكن بصراحة بعد انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري واكتساب المنصة ثقة الناس بشكل كبير جدا بدأت جميع المجالات تم امتلائها بشكل كبير جدا نحن نتكلم على مجالات ربما لم تكن في إطار المنصة في البداية نحن نتكلم عن تزويج المحتاجين نحن نتحدث عن تعليم المحتاجين نحن نتحدث عن أشياء ربما لم تكن يعني في عقلية كثير من الناس ولكن فعليا تقبلها الناس بشكل كبير جدا حينما وجدوا أن هناك منصة تستقبل تبرعاتهم بشكل سهل وفي ثواني معدودة يستطيع إيصال تبرعا إلى المحتاجين الحمد لله نحن والله يسعيدين أن هذه الثقافة في التبرع تكون موجودة عندنا أن نتبرع مثلا لبناء المنازل كما نتبرع للتعليم كما نتبرع لكل المجالات طيب من بداية المنصة والجمهور كله يسمع وفي كل مكان عن دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها اليوم بشكل تفصيلي كامل يقدم جهودهم في هذه المنصة كيف تحكيه ببساطة للجمهور؟ اليوم لماذا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هي من تقوم بتشغيل المنصة أو منصة إحسان للعمل الخيري اللي صدر فيها الأمر السامي وكلفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بأن تقوم بهذا الأمر وكوينت فيها لجنة إشرافية مكونة من 11 جهة حكومية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تمتلك البيانات ومن يمتلك اليوم البيانات يستطيع صناعة القرارات الناجحة وتوجيه الدعم وتوجيه التبرعات إلى الأماكن الأشد احتياجا فمن يملك اليوم البيانات يملك صناعة القرار الهيئة السعودية البيانات والذكاء الاصطناعي سدايا تمتلك اليوم بنك البيانات الوطنية وتمتلك منصة السشراف وتمتلك عدد من الأدوات المهمة التي تقوم منصة إحسان بالاستفادة منها لتعظيم أثر هذه التبرعات اليوم بإمكانك تروح لأقرب منزل فقير وتقوم بإعطاءه مبلغ مالي بإمكانك تدخل على أي فرصة من فرص التبرع وتقوم بتبرع لها ولكن إذا كانت هذه الفرصة مقادة بالبيانات ومحددة أن هذه الفرصة حينما تقوم بالتبرع لها نحن نضمن لك أنها ستذهب إلى الأشد استحقاقا بناء على البيانات كيف تقوم البيانات بتحقيق أو بتحديد الأماكن والمواطن الأشد احتياجا اليوم على سبيل المثال يعني أنا أضرب لك مثال واقعي كان لدينا عدد من الفرص الصحية دعم يعني مجال من مجالات الفقر سواء كان في الزهايمر أو في مجال السكر والضغط لدى المحتاجين قمنا باستخدام البيانات وتحديد الأمراض الأكثر انتشارا ما بين فئة المحتاجين المستفيدين من هذه التبرعات فوجدنا أنه طبعا أتخذ قرار فيما بعد داخلي بأننا سندعم مجال الزهايمر بحكم أن هناك شريك منفذ لهذا المجال ولكن حينما قمنا بتحليل البيانات وجدنا أنه أعداد المحتاجين الذين يعانوا مثلا من السكر والضغط ونحوه أضعاف مضاعفة من عدد الذين مثلا يعانوا أجهزة قياس وشرائح وأجوية احتياجاتهم أكثر لذلك قمنا بتوجيه هذه التبرعات وبتوجيه هذه الفرص إلى تغطية احتياج هذه الفئة وعلى ذلك فقص بقية المجالات من مجالك الزهايمر أي واحد يستاهل نقوله اليوم الجمعية الزهايمر السعودية هي الجمعية المتخصصة على المسؤول المملكة في الزهايمر وبما أنه تحدثنا على الهيئة السعودية البيانات الذكاء الاصطناعي خلونا نقول لهم شكرا يعني بحجم السماء على كل ما يقدمون اليوم شكرا حتى على تواصلهم الجميل ترى يمكن المشاهدين ما يشوفوا في الكواليس معنا مجموعة منهم الأستاذ نادر البقومي ومجموعة من زملاء على تواصل دائم في هذا الموضوع دكتور عبدالله شرف الغامدي معا لي شكرا جزيلا وللجميع السؤال اللي يشغل بال كل واحد يحض ريال تبرع كيف ستصل هذه التبرعات إلى المستفيدين جميل في منصة إحسان نحن نضمن بإذن الله أمانين الأمان الأول هو الأمان التقني فأنت إذا قمت باستخدام المنصة نحن نضمن بإذن الله أن المنصة بنية بأعلى المعايير الأمنية العالمية لتحفظ بيانات تبرعك وبيانات بطاقتك وبيانات عملية الدفع الأمان الثاني أمان إيصال الريالة الذي قمت بالتبرع إلى المستفيدة لشد استحقاقا بمعنى نحن اليوم نقوم بإجراء طويل ما قبل عملية التبرع بمعنى أن نضمن أن هذه الفرصة فعليا هناك شريك منفذ متميز يقوم بتنفيذها سواء من الجهات الحكومية أو كذلك من جمعيات الأهلية بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبعد ذلك نضمن أن هذه الفرصة لها احتياج كبير جدا في المجتمع الذي سيتم تنفيذه تلقينا هذا الريال منك خذنا في رحلة واقعية الآن فلان من خلف الشاشة نفرح عبدالعزيز نادر أي أن كان تبرع بعشر ريال لصالح ترميم منزل مثلا الريال اللي قمت بدفعه ليرميم المنزل تبدأ علاقتنا بك بمجرد دفعه نأخذ هذا الريال منصة إحسان لا تأخذ هلل واحدة من هذا الريال فهو يذهب بنسبة 100% إلى المستفيدة هذا الأمر الأول الأمر الثاني نحن بيننا وبين الشريك تعاقد بأن يتم إيصال هذا الريال في فترة زمنية قصيرة محددة بناء على هذا المشروع الشريك المنفذ الشريك المنفذ الجهة الرسمية حلو الجهة الرسمية هذه مسؤولة مباشرة عن ترميم المنازل أو مسؤولة عن إسلام المبلغ لا مسؤولة عن تنفيذ المنازل حلو مسؤولة عن تنفيذ المنازل نقوم بإيصال هذا التبرع وليس يعني لا ينتهي تنتهي علاقتنا بهذا الريال الذي قمت بدفعه بمجرد إيصاله نحن نشرف على التنفيذ ونضمن أن هذا التنفيذ فعليا وعلى معايير الكفاءة وأن هناك تقرير استلام من الجهة الرسمية وأنها قامت بتسليم هذا الأمر إلى الأماكن أو المواطن الأشد هل عندكم خطة زمنية للوصول يعني لو تبرع واحد اليوم الاثنين أو الثلثة عفوا متى توصل للمستحق بمجرد أن تكتمل الفرصة أسبوعين كحد أقصى والمبلغ أودع في حساب الجهة الرسمية المنفذة لهذا الجانب وبعد اكتمال تنفيذ المشروع سيصل بإذن الله تقرير إلى المتبرع بأنه تم تنفيذ هذا المشروع خلنشرح للناس ما معنى اكتمال الفرصة بمعنى أن ترميم المنزل هذا يحتاج مئة ألف بمجرد من كمل المئة ألف للمنزل الفلاني هذا هو اكتمال الفرصة نعم حلو طيب أنا متأكد أن واجهتكم صعوبات يعني لا يخلو عمل ضخم مثل هذا من الصعوبات وش أبرزها بصراحة كذا على المكشوف والله الاحتياجات كثيرة صراحة والصعوبات في النهاية أن تدخل في شهر رمضان خاصة الناس متشوقة إلى جوانب معينة الجانب الأول والتحدي الأكبر صراحة اللي واجهناه ما ذكرته قبل قليل تغطية الاحتياجات لدى المتبرعين فنحن في شهر رمضان يعني على فترة 24 ساعة نحاول قدر الاستطاعة أن نلبي كامل الاحتياجات في جميع المجالات بحيث المتبرع يدخل المنصة ويجد ما يرغبه بطريقة سهلة ويسيرة الأمر الثاني وهو ما يتعلق بجزئية التعاطي مع هذه المبالغ وإيصالها خاصة المبالغ المقيدة لفرص معينة في شهر رمضان المبارك قمنا بإخراج عدد كبير جدا من المبالغ ليتم تنفيذها بشكل مباشر وسريع بل بعض المبالغ لبعض الفرص لم تظل في إحسان أكثر من 24 ساعة خاصة الفرص اكتملت الفرصة اكتملت الفرصة وخرج المبلغ إلى الشريك المنفذ وبدأ التنفيذ في أقل من 24 ساعة على سبيل المثال كسوة العيد، إفطار الصين، السحور هذه فرص لابد أن تتم في شهر رمضان المبارك فكان تحدي علينا كيف نقوم باستقبال المبلغ والقيام بصرفه في فترة وجيزة التحدي كذلك الثالث الذي واجهناه زكاة الفطر زكاة الفطر لم نقم بإطلاقها إلا يوم تقريبا 24 رمضان حاسبة الزكاة لا زكاة الفطر زكاة الفطر الذي هو يوم العيد الذي هو في آخر رمضان قمنا بتوفير ميزة أن الشخص بإمكانه إخراج زكاة الفطر عن طريق المنصة يدفعها عنه وعن من يعود هذه الزكاة فيها تحدي كبير جدا لا بد أن يتم إخراجها في وقتها الشرعي المخصص أن يتم إخراجها قبل تقريبا صلاة العيد ولديها وقت شرعي معين تقريبا يبدأ من 28 رمضان فعندك تقريبا ثلاثة أيام ضروري أن تقوم بإخراج أكثر من مليون ومائتين ألف فطرة للمحتاجين هذه اللي وصلت هذه اللي وصلت مليون ومائتين ألف فطرة في 13 منطقة ولله الحمد ما أتى صلاة العيد إلا وتم إخراج 100% من زكاة الفطر على جميع مناطق المملكة وفي فطرة زمنية نعيد الرقم مليون ومائتين ألف فطرة مليون ومائتين ألف زكاة فطر تم إخراجها طيب تسمح لي أتعب ذاكرتك شوي بس نعيد الأرقام اللي قلناها من البداية إلى الآن قلنا كم حجم ما وصل إلى الآن أكثر من 800 مليون ريال سعودي حجم المستفيدين إلى الآن أكثر من مليون وثمانمائة ألف مستفيد المعدل اللي وصلتونه اليومي أكثر من 20 مليون ريال يوميا الزكاة زكاة الفطرة زكاة الفطرة أكثر من مليون ومائتين ألف زكاة فطر ما شاء الله تبارك الله ما بعد رمضان كيف قزتم حجم الإقبال لأي درجة هو أقل؟ الحمد لله لا يزال هناك إقبال ولا يزال ينمو الحمد لله كان العيد ربما كان فيه يعني برود قليلا لكن الأيام الماضية كان هناك نمو كبير جدا في بعض الأيام وصلنا إلى أكثر من 5 ملايين ريال سعودي يوميا وهذه الحمد لله لا تزال لا تزال مستمرة لدينا عدد من البرامج التي سنقوم بإطلاقها قريبا منها الأضحية إن شاء الله متوقع مع عشر ذي الحجة وكذا بطبيعة الحال كذلك لا تزال هناك العديد من الخدمات التي يعني عندنا زكاة حاسبة الزكاة على سبيل المثال ذكرتها لدينا برنامج غيراس وهو البرنامج الذي يتيح للناس أن يتبرعوا دون أن يدفعوا ريال واحد كل ما عليك تسجل في المنصة وتقوم بنشر أي رابط من روابط الفرص وتستطيع أن تتبع كل من قام يعني كما أعداد هذا المحور الذي أريد أن أوقفك عنده شوي اسرحنا فكرة غيراس أنا متأكد أنها وصلت للناس بس صوت الصورة توصل أسرع صحيح أو أكثر أحيانا الشخص يعني العين يعني تكون أصدق إلى القلب من الأذن فأحيانا حينما تقوم بنشر رابط وترى كمية المبالغ التي أتت عن طريق هذا الرابط ترتاح نفسيا فلذلك وفرنا خدمة غراس حتى يستطيع المستخدم طبعا المستخدم المسجل في المنصة يضغط على خيار مشاركة يولد له رابط يقوم بنشر هذا الرابط من لوحة تحكم المستخدم يستطيع تتبع كم عدد الأشخاص الذين قاموا بالدخول على هذا الرابط وكم إجمال المبالغ التي تمت عن طريق هذا الرابط الذي قام الرابط يقود لإيش؟ الرابط يقوم لفرصة تبرع ممتاز أنت كل اللي عليك تدخل إحسان تسجل بياناتك يطلع لك على طول في الشاشة غراس سو مشاركة على واتساب على تويتم زر مشاركة ويجيك الرابط تنشرها الرابط فقط ممتاز عدد المسجلين تسجيلا في الموقع عندك أكثر من 100 ألف عضو حتى الآن مسجل في شهر رمضان فقط حلو في فكرة خلنا نقولها وتشرحها لنا على السريع أتوقع أغلب اللي يسمعونا وجربوا الموقع عايشوها هناك اختصار كبير في الوقت لعمليات التبرع يعني فعلا ما يحتاج الواحد يدخل يختار الفئة اللي يبغاها يحط المبلغ أرقام البطاقة وانتهينا كم المدة الزمنية القصوى اللي أنتوا كنتم حاطينها ومستهدفينها وكم اللي يتحقق منها الحمد لله نحن يعني كان تحدي كبير جدا أنه كيف الشخص يدخل يتبرع في أقصر فترة ممكنة لدينا بصراحة تحدي حتى الآن نحاول تطبيقه اللي هو بنقرتين بمجرد دخول الموقع أن يقوم بعمل نقرتين فقط الآن وصلنا عشر ثواني الحمد لله لأصحاب جوالات الآيفون عن طريق أبل باي والجوالات الأخرى إذا كان حافظوا البطاقة سيستطيع تبرع في شيء ثاني أنت متأكد من الرقم عشر ثواني عشر ثواني عشر ثواني في عشر ثواني يستطيع تبرع كيف؟ بإمكانك فقط من جرد دخول لك المنصة تقوم فيه شيء اسمه التبرع السريع أوكي من جرد ما تضغط تبرع السريع أضغط عشر ريال أيوة أضغط أبل باي تم عملية تبرع بياناتك محفوظة؟ لا بدون ما تحفظ البيانات هذه عن طريق أبل باي عن طريق وسيلة الدفع أبل باي آه أممتاز هي في أبل باي أنا بالي في الموقع في أبل باي أنك تدخل للنقرة الأولى تختار للفئة التبرع السريع أفوا نعم تبرع السريع عشر ريال مثلا أي وتختار أبل باي تم تبرع ويخصم من حسابك مباشرة فقط وعلى ذلك فقص أنت لو دقلت على أي فرصة تبرع كذلك نفس الرحلة المستخدم هذه ما تأخذ منك أكثر من 15 ثانية اللي تقوم بعملية التبرع والله يعني موضوع عظيم طيب القطاعات غير الربحية اللي شاركت معكم وش أبرزها؟ عندنا طبعا القطاع غير ربحي أكثر من تقريبا 300 جمعية خيرية على المسؤول المملكة بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نعمل معها بشكل يعني مستمر لدينا كذلك الجهات الإشرافية الموجودة لدينا في منصة إحسان في مقدمتها وزارة الصحة وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هذه كذلك وزارات وغيرها طبعا الكثير وهم شركان في تنفيذ كثير من المشاريع التي نعمل عليها لدينا الشريك كذلك من يعمل خارج المملكة هو مركز ملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية شريكنا الأهم بالإمكان التبرع له عن طريق منصة إحسان بشكل سهل وياسير تسمح لي أوقف عند النقطة هذه شوي المركز عنده مرصة تبرع في حساب المركز للي يدخل تمام أيضا في حساب إحسان أنت تدخل تلقى فيه تبرع للتعليم لبعض الدول للي تأثروا من بعض الحروب كيف هذه التنسيق مع المركز؟ هو اللي يتولى إيصالها صحيح إحسان تعتبر نافذة ثانية رسمية لمركز ملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية يستطيع الشخص التبرع مباشرة عن طريق منصة إحسان للمركز خلوني بس أقول لمشاهدين ليش طرحنا هذا السؤال لأن في بيان من رئاسة أمن الدولة أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي توصل للتبرعات الخارجية فبالتالي عشان بس ما يصير لبس أنه اليوم تقول إحسان والمركز لا اللي بتتبرع في إحسان لأي جهة خارجية من سيتولى إيصالها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كذا صحيح طيب فكرة الهدايا اللي عملتوها كانت فكرة مجتمعية جميلة وأعتقد أنها لقية رواج هل عندكم إحصائية معينة لعدد المبالغ اللي بس في فكرة الهدايا؟ طبعا فكرة الهدايا ما كنا نتخيل فعليا أن يكون هناك انتشار كبير جدا كنا نتخيل بضعة ملايين وانتهى الموضوع لكن فعليا في رمضان فقط أكثر من ثمانين مليون ريال عن طريق فقط الهدايا ثمانين مليون ريال أنا أحب أخي ينفرح ودي أهدي له هدية النمط التقليدي أبروح أهدي له درع وكذا لكن اللي يتفاجأنا أنه الناس بدأوا يستغلون هذه الهدايا ليصال التبرع بنمط آخر مختلف فيقوم بيتخرق من جوالك وتصلك الرسالة الميزة هنا أن الناس بدأوا يتناقلونها في تويتر في السناب شات في بقية شبكات التواصل الاجتماعي فأصبح هناك انتشار كبير جدا لها إلى درجة أن الأبناء يهدون أباؤهم بل حتى وصلتنا كثير من الرسائل من معلمين ومعلمات أن الطلاب بدأوا في نهاية العام الدراسي اللي كان في رمضان يهدون لمعلمين ومعلماتهم فكان هناك انتشار كبير لله ثمانين مليون خلال رمضان نعم خلال رمضان عظيم جدا طيب الشباب يبلغوني طبعا من قبل كم دقيقة ننتهى الوقت بس بصراحة مثل هذه الأشياء نحب نمدد فيها اسمح لي أتعب ذاكرتك المرة الأخيرة ونعيد بسرعة للمشاهدين والمشاهدات أبرز الأرقام حتى نكون في الصورة واضحية وصل عدد التبرعات للمنصة حتى الآن كم؟ أكثر من ثمانمائة مليون ريال وعدد المستفيدين؟ أكثر من مليون وثمانمائة ألف مستفيدين المعدل اليومي خلال شهر رمضان؟ كان أكثر من عشرين مليون ريال يوميا المعدل اليومي الآن؟ الآن تقريبا يصل إلى خمسة ملايين ريال يوميا ولكن المعدل الطبيعي من مليون وثنين مليون ريال يوميا الذين أخرجوا زكاتهم عن طريق المنصة؟ الذين أخرجوا زكات الفطرة عن طريق المنصة أكثر من مليون ومئتين ألف فطرة حجم مبالغ الهدايا التي أهدئت ماديا تبرعيا عن طريق المنصة؟ ثمانين مليون ريال عبدالعزي الحماري شكرا جزيلا لك شكرا لإحسان على هذا الجهد العظيم الذي جالس يبدن مرة ثانية وثالثة وعاشرة اليوم يحق أنك سعوديين حقيقة أنه نفاخر كثيرا بهذا العمل الإنسان الرائد الذي يثبت قولا وفعلا أن المملكة العربية السعودية هي مملكة الإنسانية بعد هذا الفاصل ألقاكم هياكم الله مجددا في أهل من النعم الكبيرة التي نحظى بها في مملكة الإنسانية أن لدينا قيادة على مستوى عالي جدا من الإنسانية قبل شوي كنا نتكلم معكم عن منصة إحسان الآن سنتكلم عن واحدة من الأفكار العظيمة وأنا أتعمد وصف العظيمة بلا مبالغة لهذه الفكرة المسمى صندوق النفقة اليوم نفقت المرأة المطلقة وأبنائها كيف تصل إليها كل شيء اختلف منذ إنشاء الصندوق ما قبل الصندوق كانت مرحلة وما بعد الصندوق فعلا هي مرحلة كل المراحل تعطي الحقوق لأصحابها ولكن الجودة في إعطاء هذا الحق تتطور ما بين مرحلة إلى أخرى معي هنا في الاستوديو لأستاذة شروق الجدعان وهي مدير عام صندوق النفقة للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع أستاذة شروق حياتك الله معنا في أهلا أهلا وسهلا أستاذ من فرح شكرا لتجاوكم مع دعوة البرنامج ليست المرة الأولى حقيقة لنحكي فيها عن الصندوق لكن يهمنا دائما أن نجيب الجديد في هذا الموضوع قبل أن نوصل للجديد دعونا نذكر بالصندوق حب حب صندوق النفقة 1338 تقريبا صحيح تاريخ صدور قرار الإنشاء كان عام 1438 لكن بدأ الانطلاق الفعلي في منتصف 1440 ممتاز اليوم إذا في أحد كذا جالس بسيط في البيت وأول مرئيس معا صندوق النفقة لنفترض كيف تقدمي له الصندوق وش تقول له أنتم وش تسوو له أخلينا أحط تصور عند المشاهد وش كان وضع النفقة قبل الصندوق قبل الصندوق كانت طالبة النفقة بعد الحصول على صك الحكم واللجوء للقضاء التنفيذ تضطر لتكرار الزيارة وتكرار المتابعة للحصول على النفقة بشكل شهري يعني فيه منفقين مماطلين فيه منفقين متلاعبين فيه منفقين فيه أنواع كثيرة حلو خلينا نأخذها على شكل مثال سارة من الناس طلقت الله لا يطلق أي سارة بس هو بذلك صحيح وتطالب بنفقتها هي وأبنائها مثلا صحيح حلو إيش يصير بعدين الوضع السابق كان فيه إشكالات عديدة كانت مدة المطالبة طويلة كانت تطلب تكرار الزيارة للمرافق العدلية التطور الجديد مهو بس لصندوق النفقة حتى الخدمات العدلية والتي نسمع فيها ونفتخر فيها تطورت بشكل جدا كبير تفصيل القضايا نمدجة الدعاوى مجموعة خدمات خلت قصرت مدة نظر دعاوى الأحوال الشخصية هذا شيء إيجابي للسيدة يليها إذا حصلت على صك حكم نفقة كل اللي عليها ترفع الطلب التنفيذ عن طريق ناجز ثم تتوجه للصندوق وتقدم عليه نحن نكفيها المتابعة بمجرد ما يصل طلبها للصندوق نكمل معها الإجراءات وتجيها نفقتها بشكل ثابت وشهري ومع عليها من المفق هو دفع ولا ما دفع نحن لن نتولى التحصيل كيف تتولون للتحصيل؟ نحن قبيلها طبعا نحن عندنا أدوات قانونية مؤمنة نعيد نحن قبيلها هاي؟ هاي؟ هذه بالشعب الفصيح بضط السيدة ما عاد تشيلها نفقتها واصلة بشكل شهري هي تقدر أساس حتى هو حتى المنفق يعني إحنا نقف على طرفي حيات رحنا أهمنا الأسرة أهمنا الطفل واضح فبالتالي حتى هو عنده فرصة أنه يطلع على جدولة الدفعات إحنا متى رح ندفع ونصدر عليه فواتير سابقة يعني إحنا ندفع في يوم خمسة من التاريخ الميلادي قبلها بتزول الرواقع خلينا نمسك مثال سارة سارة حكم لها بثلاثة آلاف نفقة مثلا مثلا خلاص أنتو يوم خمسة من كل شهر ميلادي من صندوق النفقة بتنزلون السارة من عندكم من حسابكم صحي أنتو الثلاثة آلاف كيف تتفهمون مع المطلق أو الطليق؟ يوم واحد نرسل له فاتورة نذكرها عندك أبناء ترهم أبنائك طلاقك للأم ما يعني طلاقك للأبناء ترهم أبنائك يوم واحد هذه فاتورة ثلاثة آلاف ريال أنت مطالب بسدادها وسائل السداد متاحة سداد تحويل باللي ناسبة ثم يوم خمسة سدد خلال الفترة هذه حولنا المبلغ لها ما سدد إحنا نسدد ونثبت عليه الفاتورة كمطالبة واصلها 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 لنفترض أنه ما سدد ما طلب طبعا وشي إجراء فيه إجراءات متعددة لمحاسبة المنفقين وإحنا يعني خلنا نقول بشراكة مع وزارة العدل متحققين من وصول النفقة زي ما تفضلته كان راضي أو مبراضي طبعا في مشروعات إضافية قاعدين نعمل عليها هي لتكون توسيع لطاق الخدمات إحنا لاحظنا تجربة إيجابية بعد مرور فترة من الصندوق طبعا الصندوق الآن عند شهر هذا جون عندنا تقريبا 3.000 مستفيد مجموعة النفقات السابقة التي صرفت تتجاوز 11 مليون الحجز عندنا النفقات التي نلتزمين فيها للفترة القادمة تتجاوز 19 مليون لكن لاحظنا تجربة أن بعض المنفقين لما وجدوا أداة توثيق وأداة تضمن حقهم وفي فوترة وفي متابعة التزموا لكن ما عليش دعنا أخذها واحدة واحدة إذا سمحتيني لستاذ الشروب لو ما عطل إحنا لازم نوصل الرسالة اليوم للي يسمعوننا لو ما عطل بيطلع عليه قرار تنفيذ بيضاف اسمه في البنك المركزي في سماء يبي يحجز على أمواله بيصدر عليه كل قرارات التنفيذ أو كل العقوبات التي تصدر على ما عليه دين نفقة ودين نفقة دين ممتاز مقدم على باقي الديون يا سلام هذه عقوبات أتوقع أنها رادعة طيب مين اليوم اللي تحتاج صندوق النفقة يعني الآن لو راحوا للقاضي وانتهت كل المعاملات بأنه النفقة ألف ريال مثلا حلو هو مفروض أنه يدفع لها النفقة مباشرة صحيح المفروض خلاص هي في الحالة دي ما تحتاج الصندوق لو التزم لو التزم بالنفقة ما تحتاج في المحل الحياة مين اللي يحتاجون الصندوق اللي المنفق مماطل ما يلتزم كيف تثبت لكم أنه مماطل وتتأكدون من صدقها لأنها بتروح للتنفيذ القضاء التنفيذ وبيصدر عليه قرار حرزة أموال اللي ما دفع بعد قرار حرزة الأموال ما نعته ما راح يدفع بس كيف تبين من أنه فعلا لم يدفع طبعا نحن عندنا ربط مع المنصات العدلية ونقدر نتابع هالشيء عندنا ربط وعندنا وبعدين المنفق لحق الاعتراض لو مثلا هو يدفع حتى عندنا ربط مع البنك المركزي السعودي نتأكد لو في قرار استقطاع في قرار في استقطاع من الراتب يروح لها مباشرة عندنا كل الأدوات الآن الحكم النهائي كيف يصير قضائيا استقطاع حسب الحال ولا يتفقون وخلاص لا هو حسب الحال الحين طبعا لما نتكلم عن الحكم النهائي عشان بس ما يشكل على الناس الحكم النهائي هذا الصك بعد انتهاء فترة الاعتراض لما يتروح القضاء التنفيذ في مجموعة أدوات قانونية تضمن حقها الأول التبليغ يقول للمنفق عليك بلاغ وعليك فاتورة سددها المرحلة اللي بعدها يفحصون وجود راتب له في راتب يستقطع ويبلغ ان تم الاستقطاع من راتبك حلو ما وجد له راتب أو كان مماطل ينقل حسابه من بنك البنك أو عنده أي حيلة أو أي شيء ينفذ على قرار 46 اللي هو قرار حجز الأموال وساعتها تقدم عندنا وتستفيد خلاص ما عند الدورة ما تحتاج أنها كل فترة التابعة طيب اليوم انت تعرفي طبيعة مجتمعنا وطبيعة بعض الفئات في المجتمع لو في وحدة المنفق هو هذه التسمية اللي تقولون ما أعطل وسول حركات هذه وما أعطاها وهي بطبيعة نفسية عائلية بيئية مجتمعية لا اشتكت ولا قالت ولا تعرف كيف تأخذ حقها هذه انتوا في آلية تقدروا توصلوا لها ولا لا هذا طويل العمر هذا اتجاهنا الجديد في الصندوق حديثنا السابق كان عن المرحلة الحالية عندنا توجه وما عليك خليني أكمل بس نقطة سمت أنه حتى هي ما تقدر تشتكي هي عندها عيب ما تقدر تخجل عندكم آلية أنكم تنصلونها وتنصفونها هذا المشروع القادم بإذن الله لصندوق والذي ينطلق قريبا نعمل على شراكة مع وزارة العدل عن طريق تسمية الصندوق إدارة مركزية للنفقة إدارة مركزية مالية للنفقة بيطلق حزمة مشاريع أهمها المسؤولية الاجتماعية لأن في أسر تحتاج النفقة حتى مع عدم قدرة المنفق على السداد فهذه بنطلع لها برامج زي جود للإسكان في برامج إسكان للقادرين للسداد وفي برامج الغير القادرين هذا أحد الحزمة اللي عندنا عندنا حزمة تتعلق برفع الوعي القانوني في المجتمع كافة إذا حضرتك تقول في سيدة ما تدعي في سيدات ما عندهم إثباتات إحنا بنابدأ معهم الخطوة رقم واحد ما عندهم إثباتات إيش إنها بقلقت من أساسها ما عندها سقط طلاقها ما تعرف أنها تقدر هي تسحب تعتقد إنه لازم يرسله الحين خدمات هي تقدر تسحب كل أوراقها من منصة ناجز هذولا كيف بتوصلوا لهم إحنا طبعا الإعلام وشريك لنا وعشان كذا نشكر استطافاتكم اليوم نتمنى الإعلام مؤثر جدا جدا قوي للوصول للناس شراكها مع القطاعات العدلية بمجرد تسجيل السيدة لدعوة نفق عن طريق ناجز وصلت هنا الحين ننتظرها تسجل قدام شوي بإذن الله بمجرد ما تدخل المنصات العدلية بتلقى صندوق النفق قواقف معها ولا شيء حيننا مكلفين باستقرار الأسرة هل الأسرة تاخذ نفقتها الأبناء يتربون تربية جيدة يروحون للمدارس عظيم أنا أتمنى والله وأرجو وما أخجل أن يقولها على الهواء إنكم أيضا تهتمون بالناس اللي في الهجر في القرى في المناطق البعيدة بالأميات صحيح ويمكن نسبتهم قليلة بس ما زالوا موجودات لا يتابعون تويتر ولا يتابعون ياهلا ولا يشوفون أتمنى أن يوصلهم إحصائياتنا تقول أننا غطينا أغلب مناطق المملكة وهجرها إلى مناطق النازحين في جزان الحمد لله وصلنا لهم وعندنا مسجلين منهم هذه الشغلة الشغلة الثانية عندنا شراكة مع القطاع اللي هي بعض المناطق الحدودية المناطق الحدودية اللي فيها حتى كان يشكل عليهم الوصول طبعا خدماتنا الإلكترونية فبالتالي سهل أنهم يوصلون لنا بدون تنقل ومشقة عليهم هذا الشي الخدمات الإلكترونية تساعد الشي الثاني ذكرتها شراكة مع وزارة العدل ومرافق العدلية والشراكة مع القطاع الثالث وهو القطاع الغير ربح الجمهية الخيرية نسوي لهم ورش عمل ونعلمهم أهداف الصندوق وكيفية التقديم هم أداة للوصول لهالناس وبالتالي يقدمون بالنياب عنهم مما قد لا يعرفه البعض عن إنسانية هذا الصندوق المتمثلة في إنسانية السعودية إجمالا إنه يعطى للمواطنات وللمقيمات أيضا صحيح اشرحينا الفكرة ووضحيها بتفاصيلها عشان اللي يسمعوننا اليوم منهم المقيمات اللي يعطى لهم صحيح طبعا فيه كمان عشان بس نكون يعني كمان أشمل ترى مون بس السيدات ممكن أب يكون عند قضية نفق على أبناءه كبر في السن ومعادي يعطونه وهم محتاجهم هي النفقة إجمالا هي نفقة إجمالا هذا هي بشكل عام إحنا شروط التقديم على النفقة من ناحية ما نعتد بالجنسية نعتد بوجود هوية سارية هوية وطنية أو إقامة حلو إذا أوراقها نظامية هي كسيدة مقيمة أوراقها نظامية وعندها صادر من المحاكم السعودية تقدم هي ضيفتنا وزيها زي بنت البلد يشترط أنه طلاقها يكون في السعودية صار لا صك النفقة يكون صادر من المحاكم السعودية يعني بمعنى مع كل المحبة لكل اللي على أرض السعودية مثلا سيدة من مصر من سوريا من الأردن من فلسطين من لبنان من بنجلاجش من أي مكان تمام طلقت ما طلقت في السعودية ما طلقت زوجها في بنجلاجش وطلقها مثلا خلاص تقدر تستفيد لا لازم المنفق يكون مقيم في السعودية المنفق مقيم والمستحق مقيم كلهم مقيمين هنا وتقدم على صندوق النفقة بالضبط وتقدم بسك صادر من المحاكم السعودية وعندنا حالات مقبولة ومستمر الدفع لها عظيم لما تفضلت من إخواننا من الجنسيات العربية أو من الجنسيات الأجنبية سواء كان المنفق سعودي أو غير سعودية لكلهم غير سعوديين أو هي غير سعودية لكن زوجها سعودية وطلقها بالتالي عندها إقامة سارية أو سك تستفيد من الصندوق مثلها مثل السعودية تماما تماما طيب الصندوق كيف يؤمن مبالغه موارد الصندوق يا سيدي هي ثلاث موارد أساسية أيها الإعانة التي جاء من الدولة إعانة مقطوعة طبعا تصرف بشكل أساسي في التشغيل يعني ما نأخذ من الموارد الأخرى لتشغيل الصندوق الشغلة الثانية الصندوق الوقفي والتبرعات نحن عندنا صندوق وقفي من أوائل الصناديق الوقفية المنشأة جميل وهذا يضمن استمراريته طبعا للصدامة وندعو الجميع للمشاركة زيارة موقع الصندوق وفيه كل آليات التبرع الموجودة التبرع إلكتروني وسهل عن طريق البوابة لدعم الصندوق الوقفي أو دعم التبرعات بشكل مباشر التبرعات بشكل مباشر نأخذها شهريا ونحولها كنفقات للمستفيدين جميل أنا متأكد أستاذ الشروق إذنك كريمة وإن شاء الله هننا نستاهل إن شاء الله في خطوة قادمة وجميلة أيضا ولا تقل عظمة للصندوق تجديدية اشرحيننا بعض التفاصيل هعطينا بعض الملامح الملامح الأساسية الخطوات الجاية بإذن الله والانطلاق الجاية للصندوق متمثلة فيه زي ما ذكرت لكم مسبقا الإدارة المركزية المالية للنفقة الشراكة بشكل كامل مع المرافق العدلية وكرم من وزاة العدل وتعاونها يعني معنا ودعمها لنا غير ثلاثة والشي الثالث إطلاق حزمة برامج مختلفة فيه برامج بتكون موجهة للمنفق نساعده في جدولة النفقة ونساعده بأنه يلتزم فيها برامج مسؤولية اجتماعية بتكون مطلقة تساعد حتى تنموية مجتمعية ما هي بس يعني دور الصندوق ما أريد أن يكون زي دور بس مالي نحن نحل الموضوع بشكل خل نقول بس مالي لا يكون دورها أكثر شمولية المشاركة حتى في الدراسات الأكاديمية وفي إبراز دور المملك زي ما تفضلت يعني صندوق ترى ريادي ما في تجربة مماثلة له على مستوى المنطقة أبدا متى بتطلقون الحزمة هذه طيبا بإذن الله يعني متوقع لها أنها تكون إطلاق تدريجي في الربع الثالث من العام الحالي والربع الرابع بأننا نكون انتهينا ممتاز جدا طيب بقي لي دقيقتين وعندي كم سؤال كذا على السريع المنفق اليوم لو مر بظروف صعبة لا تمكنه من الإنفاق لا قدر الله دين حادث أي شيء كيف يتم التعامل حاليا نحن عندنا حالات كذا طلبوا تقسيط النفقات وسمى التنسيق معهم بس هذه لازم يثبت فعليا أن عندها إشكال وكذا ونتعامل معها ومستقبلا بإذن الله بنحاول نطلق لهم برامج تنموية برامج تعالج المشاكل هذه لأن في حالات زي ما تفضلت تكون مهم وماطل يعني بهواه زي ما نقول لا في ظروف تجبره على هالشيء طب قضائيا أو نظاميا عندكم في حال لا قدر الله وفاة المنفق تتوقف النفقة عندنا حاليا يتتوقف النفقة لأنها لازم طالبة النفقة أو الحاضنة الأم بترجع تحصل ورطها ويسمون المنفق اللي بعدها يعني بعد مثلا الوالد هل بيكون الأخ الكبير العم أو كذا وبعدها تقدر تسجل في البرامج الأخرى الضمان الاجتماعي صحي تقدر تسجل وهذه كمان رسالة لا أنها تقدر تسجل حتى وقت الطلاق يعني بس النفقة هي حق شرعي النفقة حق بالضبط هذا في مفاهيم وديها صحيحة نفقة حق شرعي وهي مرتبطة بحاجة الأم يعني ممكن الأم تكون دكتورة في الجامعة ممكن تكون طبيبة ممكن تكون معلمة نفقة أبنائها حق لها وواجب عليها تطلبها ومس حق حتى من الأشياء الجديدة في الصندوق أننا تعاوننا مع البنك المركزي وصارت الأموال المحولة من الصندوق للأمهات أو للحاضنات لا تمس لين همي بأموالها هذه ممررة لها للأبناء هي مؤتمنة عليها فمن منطلق ائتمانها على أموال النفقة هي لازم تطلبها كذلك حتى لو هي مكتفية حتى لو هي مكتفية هذا حق أبنائها وواضح وهذه كمان رسالة للمنفقين أنه لا تنسى أبنائك بمجرد الطلاق يعني لا تخليهم يعني في حالة وجعت قلبي من جد يعني ونقول لك ياها أنت كنت صريح أن أحد الحالات لما توفي المنفق تواصلوا معنا أسر تقرأوا الحمد لله توفي الحمد لله لما مات جانا للخير يعني وصلهم تخيل الألم تخيل أن أبناء يعني ما يذوقون عز أبوهم إلا بعد وفاتها مؤلم جدا ليه لي في بعدين أنا أستغرب يعني حتى من الأشياء اللي إحنا حاليا بالتعاون من المركز السعودي للأبحاث ندرس واش أسباب عزو في المنفق إحنا في مجتمع سعودي متكافل كان يعاب على الأب يترك أبناء بدون نفقة أو يتركهم واش اللي صار واش تغير ليه وصلنا للمرحلة أن نحتاج أدوات عشان نتابع النفقة هذه من ضمن الأشياء اللي مطلقة كذلك التسجيل الاختياري بحيث المنفق له حاب يوثق النفقة عن طريقنا بدون قضايا بس هو وده يثبت أنه ينفق على أبناء سواء أبناء هو مثلا كفيل أيتام يريد أن يثبت النفقة عليهم هذه أحد المشاريع بيكون تسجيل اختياري بإذن الله بيطلق ومنعلن عن طريقنا يا سلام عظيم طيب أخيرا النفقة تستمر من الصندوق إلى الأم والأبناء مفتوحة أو لمدة معينة حاليا في النظام الحالي 24 دفعة سنتين 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 ثم بأول موضوع مدتها خاضعة للدراسة إن شاء الله إنها ممكن تزاد يعني بإذن الله يعني بعد السنتين إيش يصير كيف هيجبر المنفق على الإنفاق نحن نأمل بكمال السنتين نكون عززنا مسؤولية المنفق عن طريق المطالبات السابقة والتزم في حال ما التزم هذه الحالات اللي حابين ندرسها صارت عقوبات كثير بصراحة بدينا في المطالبات بدينا بالفواتير بدينا بالعقوبات يعني ما في عقوبات ما زلنا شوي مترفقين فيهم طيب قبل ما أختم هذا اللقاء إذا تحضرك أي إحصاءات معينة عدد المسجلين عدد ما تم إنفاقه عدد ما لدى الصندوق إلى الآن زي ما ذكرت لك قبل شوي في جون في الشهر هذا عندنا ثلاث ألاف مستفيد مبالغ النفقات لدفعات سابقة من الصندوق 11 مليون وعندنا يعني أمنين 18 مليون للدفعات القادمة بإذن الله ما شاء الله تبارك الله الله يعطيكم العافية والقوة وإن شاء الله يعني اتصر رسالتكم بختم اللقاء معك برسالة توعوية أخيرة تغريدة صوتية تقولينها لكل أصحاب النفقة اللي يسمعونها نساء ورجالا أقول لكل سيدة لديها سك نفقة في جهة ساعد في جهة تدعم تفضلي بالتقديم وتقديم سهل وميسر عن طريق الموقع الإلكتروني أقول للمنفق إحنا جهة ساعدك للالتزام تواصل معنا إذا أنت حاب تسجل نقول ونشكر الجهات العدلية معالي وزير العدل والمرافق العدلية كافة على دعمهم الموقع الإلكتروني وين تدخل وش اسم الموقع نفقة لتزاي بعدها إيش الأيقونات اللي تختارها أو واضح صفحة تسجيل على طول رفع طلب بتنسى أستاذ شروق الجيل شكرا جزيلا لك لهذا الصراحة لهذا الوضوح وإن شاء الله لكم الأجمل دائما وبنواكب انطلاق التعديلات الجديدة شكرا جزيلا لك منصة إحسانية أخرى تطلق في المملكة العربية السعودية نعم لها علاقة بحقوق شرعية نعم لها علاقة بحقوق إنسانية لكن أن تعطى بهذا المستوى العالي من الدقة والحرص والعناية والاهتمام بالجودة هو أمر يستحق الإشادة فيها وفي كل برامجنا الحوارية مثلما نطالب دائما بتحسين بعض الخدمات المتعثرة علينا أن نحتفي كثيرا بالخدمات العظيمة المنجزة في هذا الوطن العظيم بعد هذا الفاصل ألقاكم الاستقدام ومشاكل الاستقدام أو مشكلاته الموضوع القديم المتجدد دائما برغم كثرة الطرح وضع الحلول الكثيرة من قبل المختصين المهتمين الكتاب أصحاب الرأي إلا أن هذه المشكلة ما زالت قائمة بنفس مشكلاتها الأسعار توفر تطبيق الأنظمة كثير من الأشياء والملف الاستقدام لا نعرف حتى الآن لماذا لا تتحرك بشكل جذري وكبير باتجاه حل ينهي مثل هذه الأزمات للحديث عن هذا الموضوع ومحاولة وضع حلول جديدة يسعدني أن يكون ضيفي في هذه اللحظات لأستاذ عبد الرحمن المرشد وهو الكاتب الصحفي المعروف أستاذ عبد الرحمن مساء الخير من أين نبدأ؟ المشكلة أم لا الحل؟ أنا ودي أعرف لماذا هذه المشكلة تظل قائمة رغم كل هذا الوقت؟ يعني ليش؟ نريد أن نضع يدنا على الجرح مباشرة بالضبط عندنا الآن أكثر من 3 ملايين عامل منزلي أكثر من 3 ملايين عامل منزلي في المملكة ما بين عاملات وما بين سائقين وما بين حراس منازل ومع ذلك نجد أنه فعلا المسألة ما حلت نجد تكاليف الاستخدام مرتفعة نجد فترة الاستخدام صعبة نجد يعني حقيقتنا الكثير من المشاكل احنا الآن لو بنتكلم عن جزئية معينة من هذه اللي هي شركات الاستخدام شركات الاستخدام عندما تم الإعلان عنها قبل تقريبا عشر سنوات كنا نعتقد أنه هذه الآن هي اللي بتحل المشكلة أنه الآن أنا مثلا كمواطن أو مقيم يعني ما عندي قدرة مثلا أني أطلع فيزة لكن أروح لشركة الاستخدام وبأستأجر العاملة المنزلية مثلا وجيبها عندي في البيت وانتها الموضوع وحتقلي على موضوع الهروب حيث أنه هروب العاملات هذا سينتهي كثير من الأمور ستنتهي أو كثير من المشاكل لكن وجدنا أن شركات الاستخدام الآن تبالغ بشكل كبير في أسعار التأجير يعني الآن العاملة الآن عشان تأخذها شهريا من 3700 إلى 4000 ريال يعني من يقدر عليها؟ بالذات إحنا لو نتكلم مثلا راتب كامل راتب إحنا الآن لو جينا بنتكلم مثلا عن بعض يعني المشكلة عندنا في وضع قرارات في تنفيذ قرارات في تمرد على القرارات من المكاتب وشركات الاستخدام في إيش بالضبط؟ إحنا أعتقد أنه أنه يعني يمكن أكثر من وزير يمكن أربعة وزراء أو خمسة وزراء كل ما جاء وزير الوزارة الموارد البشرية بمسمى الحالي أنه يقول أني أبحل هذا الملف طبعا ما نحل ما نحل إحنا نتذكر مثلا أرجع وأقول لك ليش أريد أن نطلع بالتصور أنا ليش أقول لك ليش سترابد رحمان لأن المشكلة ما في أوضح منها امسك أي أحد في الشارع اسأله وش ما شاكل الاستقدام يقول لك ما نلقى ويدلقينه بأسعار غالية وكل الإجراءات اللي نقراه ونشوفها يعني أغلبها بعضها المكاتب ما يطبقها لنا واضحة بس ليش ما في حل ما في حل يمكن أنا أعتقد ما في حزن في التطبيق يعني أنا أعتقد الآن المكاتب المكاتب الآن يعني مثلا لو تكلمنا عن موضوع تيجير العمالة الآن أنت الآن العاملة اللي تعطيها 3700 ريال تعرف كم راتبها في الشركة 1500 ريال يعني الشركة الآن تأخذ المبلغ الباقي هذا كله تأخذ الشركة نظاما وش يقول النظام في هذا الموضوع أنا ما أدري عن تفاصيل النظام لكن هل بالمنطق أنت مثلا أنت الآن شركة الشركة شركات التأجير لما تيجي تعطي العاملة 1500 ريال وتيجي تطلب منك 3700 ريال هذا مو منطقي لو قلنا مثلا إلى 2500 يقول لك معقول هذا الراتب ترى حتى أسعار الاستقدام فيها كلام كثير حتى أسعار الاستقدام الآن تكاليف الاستقدام على الشركة ما هي زي تكاليف الاستقدام على الفرد على المواطن يعني المواطن الآن مثلا كم يدفع الآن لو بغيت تستقدم حدود 17 أو أعتقد أنها 20 ألف ريال لكن الشركات الاستقدام بالتأكيد التي تستقدم عائمة العاملات بأعداد كبيرة بالتأكيد أن المبالغ عليهم قليلة أما وقفك عند رقم 17 إلى 20 إذا تسمح لي وبنعرض لك ولمشاهدين هذا الفيديو من لقاء لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي كان مع الزميل عبدالله المديفل في برنامج في الصورة قبل سنتين وقال أنه من ضمن مستهدفاتهم أنه تخفيض مبالغ الاستقدام من 17 ألف إلى 10 ألف هذا الكلام متى قبل سنتين نسمع صوت الصورة ونرجع نكمل حوارنا نحن سوينا مسح لدول الخليج ولبنان والأردن وقلنا أخذنا العمالة الفلبينية نحن العمالة الفلبينية الآن تكلف المواطن للأسف 17 ألف ريال عشان يجيب عاملة منزلية أو سائق وأحياناً توصل 35 ألف وأحياناً لما تكون بأيت نحن اليوم درسنا وجدنا أرخص دولة تجيب عمالة منزلية من الفلبين تجيبها ب10 ألف ريال وهي البحرين فحطينا هدف لأنفسنا قلنا خلال 6 شهور نبغى ننزل من 17 ألف ريال إلى 10 ألف ريال الآن في فريق يشتغل على هذا الموضوع يعني تارغيت حقكم يتنزلون الاستقدام إلى 10 ألف ريال نحن نبغى ننزلوا 70% من 17 ألف ريال اللي هو الحالي إلى أرخص سعر اللي هو البحرين أرخص سعر تارغيت حقكم البحرين نحن تارغيت حق شفنا الدول شفنا الكويت وشفنا الإمارات وشفنا الأردن ولبنان وجميع وعمان وقلنا وطلع البحرين هو الأرخص فقلنا وشفنا الموديل حق البحرين نحن الآن نسأب إن شاء الله نصل لهذا الهدف التحية والتقدير لمعالي الوزير في هذا الحوار الصورة وزملائنا جميعاً أمامك اللقاء يعني سنتين وسبعة شهور واثنى عشر يوم تحديداً من هذا الكلام سينزل إلى عشر ألف الواقع وش يقول الواقع يقول أرتفع الآن الرسوم تقريباً تصل إلى عشرين ألف أكثر من يعني إحنا نقول ليه توقفت على سبعة عشر ألف الآن الرسوم الاستقدام أعلى من سبعة تصل إلى عشرين وتصل إلى ثلاث وعشرين أنا على فكرة أنا الآن أحتاج أحتاج عاملة فلما سألت فقال لي أحد الأشخاص قال الآن في بعض المكاتب يجيب عليك بثلاث وعشرين ألف أنت هذه تجربة أنا 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 من يومين قال لي الينا بالعكس أنا أشيد الحقيقة بمعالي الوزير وجده واجتهاده ونشاطه الحقيقة في العديد من الملفات وعشان نكون شوي منصفين دعنا نقول برضو أنه أزمة كورونا لازم نحطها في الاعتبار لكن نحن نتكلم على لقامنا 2018 2018 عندك 19 عندك يفترض أنه الموضوع أنا أعتقد أنه لو وصل تكاليف الاستخدام إلى 14 ألف ريال أعتقد أنه جدا رقم ممتاز وإذا كان أنا بعقب على كلام مع الوزير إذا كانت البحرين يقول أقل تكلفة يعني تكاليف الاستخدام 10 ألف ريال معناتنا في المملكة نستقدم أعداد أكبر في افترض التكلفة تكون أقل يعني يفترض بالمنطقة هذا أن تكلفة الاستخدام ما تتجاوز الـ 9 ألف أو 10 ألف ريال أقل من العشر طيب باقي معي دقيقتين أستغلها على السريع واحدة من هذه الدقيقتين أقرأ لك جزء من مقال أنت كتبت وأسمع تعليقك عليه في مقال لك في صحيفة اليوم قلت فيه ربما يكون هناك توجيه شفهي من مسؤولي تلك المؤسسات للعمالة بتطفيش العميل حتى لا تطول المدة ويلجأ للتأجير المؤقت حتى تزداد الأرباح صحيح كلام جريء وقوي جدا نعم الآن شركات العمالة وأنا أقول لك من تجربة وتجربة تجربتي وتجربة تغيري الآن العاملة المنزلية لما تجي عندك في البيت لما تكمل شهر تبدأ تتململ أو تجي تقول لك أنا ما راح أكمل أنت الآن لما يعني العاملة هذه تغيرها تعالوا شو اللي يصير؟ الشركات العملة تأخذ منك 500 ريال يعني بعكس أنه والله لو تستمر مع فترة أطول توجيه شفهي من مسؤولية تلك المؤسسة أي مؤسسة تقصر مؤسسة تأجير العمالة أي مؤسسة تأجير تأجير العمالة أنه طفش العميل أنه طفش العميل قوله ما أبغى أكمل ما أبغى أشتغل بحيث أنه أنت عندك خيارين وش شيء؟ يتلجأ بالساعة بالساعة طبعاً بيكون بيكون إذا أخذتها بالساعة الساعة أعلى أو تأخذ باقة كاملة ثلاثة شهور أو سنة وبالتالي هو يستفيد وبالتالي المستفيد الشركة بالضبط هذا اللي يصير لكن لما تأخذها شهر أو بعدين تقولها بجدد شهر لا الكلام هذا هم هذا عن تجربة وليس مجرد رأي أو اعتقاد أبداً عن تجربة وتجربتي وتجربة غيري من بعد التجربة إلى اليوم ما زلت مصر على رأي ما زلت نعم أنا أعتقد أنه فعلاً شركات العمالة سعارها بهذا الشكل يعني حقيقة مرتفع جداً طيب وأنا أشوف الحل الحل لو تم لو تم الكلام اللي قال نعم لو تم الكلام اللي قال معاني الوزير أنه والله تكلفة الاستقدام بتصل إلى عشر ألاف وهذا ما قال مع الوزير قبل سنتين أعتقد أن هذا بيقضي على الكثير من المشاكل عشر ألاف ريال وراتب 1500 ريال حل ثاني عقوبات على المؤسسات المتجاوزة المؤسسات يعني يفترض أيضاً أن تتدخل وزارة الموارد البشرية في موضوع تأجير العمالة هنتكلم تأجير العمالة بالذات ليش أنا أدفع 3700 ريال يعني كحد أقصى يفترض أنه ما تتجاوز 2500 ريال خاصة أنه ميدفعون للعاملة راتب شهري 1500 وحتى التوفر أنا أعتقد أنه مشكلة أنه الناس أحياناً ما تلقى فتح أيضاً فتح فتح أسواق أخرى يعني مثلاً دول أخرى مثلاً تنضم إلى هذا الموضوع لأن المشكلة الآن أغلب الدول الآن عندنا أو أغلب الناس تلقى إلى الفلبين يعني عندنا تجربة بعض الدول الأفريقية ما هي تجربة حقيقة ناجحة فيفترض أنه يفتح أسواق أخرى جميل أستاذ عبد الرحمن شكراً جزيلاً لك وليحضرك معنا فيها هذا الملف حقيقة نحن نثق في اهتمام وعناية ورعاية كل المسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا الملف هذه لا شك فيها على الإطلاق لكن إلي نتمنى أن نرى على أرض الواقع جهود حية وحقيقية تحد من أي محاولات استغلال موجودة في السوق وأيضاً تعاقب وتضح حلول جذرية في كل موسم في أهالة نطرح هذا الموضوع مرتين وثلاث وأربع ونجد أنفسنا أمام مشكلات متشابهة وحلول غائبة أتمنى أن يجد هذا الملف الحل المناسب أكرر أن كلنا ثقة في مسؤولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتحية لتقبلهم ورحابة صدرهم وبهذا الموضوع وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا المساء من يا أهلا غداً يتجدد معكم يا أهلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل تسبحنا على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة